احنا كسبنا ومن نتيجة كبيرة وابقى دق جايد يبقى ما ناخدش بالنا من حاجات صغيرة قد كده لازم ننوه عليها ولازم نقول للناس تركز عليها الناس بتوع لجنة التحكيم او لجنة الحكام في الاتحاد المصر الكورت القدر اللقطة مبارح الهدف التاني اللي اتلغى بتاع محمد شريف الهدف التاني اللي اتلغى هو ده الحاكم رجع للفار بعد ما الهدف جاء ولغى عشان الكورة الايه جات في ايد افشا تعالى بقى نبص انا عايز احلل كم نقطة ادي اول حاجة حضرتك كده وانت بتتفرج دلوقتي هل الكورة جات في ايد افشا جات في ايد افشا ولا اه مجاتش واضح جدا لان ايده اصلا مش باينة وده بشهادة كل خبراء التحكيم مبارح بعد المباراة في مختلف الاستوديوات كله قالك ايه قالك لا مجاتش في ايده وايده اصلا مش واضحة في الصورة في الكادر فبالتالي بانهي منطق الكورة تبقى جات في ايد افشا فانت حرمتني من هدف مؤثر جدا في المباراة سيبك بقى المباراة دي احنا كسبناها وكان فيه ارياحية شوية بسبب الطرد وكلام من ده لكن حيجي في وقت من الاوقات او المباراة من المباريات الامور هتبقى صعبة مش هتبقى مستحمل الاخطاء دي ما ينفعش ما ينفعش انا مش بشكت طبعا في الحكم او نيته لا خلص احنا الكابتن امين عمر من الحكام المميزين جدا والناس بصراحة في لجنة الحكام في اتحاد المصر ناس محترمة جدا وما فيش اي كلام عليهم لكن احنا بس عايزين التركيز انا بقى بقولي التركيز ليه يا ريت نرجع الحتة دي كمان يا بيبو تعال شوف الكابتن امين عمر بص على الكرة كم مرة بص هو راح هتقولي هو رايح بس معلش وهو رايح للفار عشان يشوف يشوف الهدف صحيح ولا لا او يشوف الكرة جات في ايد افشا ولا لا هتلاقي ان الكابتن امين عمر اول مراح اول مراح شاف اللقطة بس ما حاولش يتعب نفسه ويراجع اللقطة تاني ويشوفها بص حضرتك معاي اهو رايح الكابتن امين عمر من افضل الحكام في القرى الافراكية بالمناسبة اول ما وصل بمكن تكون اللقطة مش قطحنة اول ما وصل شافها بص مرة شكرا سواعلي يعني حاول تتعب نفسك شوية شوية بص عليها تاني وثالث ورابع لان فيه حالات كتير بنقعد فيها ربع ساعة في الدوري مصر هنا عندنا يعني فيه حالات بنقعد فيها كتير جدا في الدوري عندنا هنا ايش معنى دي كان لازم نبص عليها مرة واثنين وثلاثة لان انت حرمت الاهلي من هدف كان حقيقة المباراة بدري بدري الشوط الاول خلص بتقدم الاهلي بهدف وحيد الكرة ما تضمنهاش كان ممكن الاهلي في اول الشوط التاني فيه كرة لأحمد ياسر ريان كان ممكن يتعادلوا سيروميكا على ما اتذكر يعني فالكرة غدار اوكي انا ممكن انا استحق ان انا اتعادل او استحق ان ييجي فيه هدف لكن في نفس الوقت متحرمنيش موجود انا عملته بغلط تحكيمي وخصوصا ان فيه حاجة اسمها فور ممكن اقدر اعيد وزيد واتأكد بشكل اوضح علشان ادي كل فريق حقه فنتمنى ان مثل هذه الاخطاء ما تتكررش فيه المباريات القادمة لان المباريات خلاص مش مستحملة كل دلوقتي بينافس على البطولة الاهلي والزمالك فما حدش عايز يفقد نقطة ممكن افقد نقطة لو انا وحش ممكن اخسر لو انا وحش ما عنديش مشكلة ككورة لكن كتحكيم لا ما تعطلنيش بعد اذنك فدي جزئية مهمة جدا جدا ورسالة للجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم والكابتل امين عمر ان هو يتدارك خطأ زي ده في ما هو قادم المباريات حتى لو مباريات مش بتاعة النادي لكن في المجمل في المجمل هو عمل مباراة جيدة لكن ده خطأ مؤثر ده خطأ مؤثر انت ممكن بيه تخلينا اخسر بطولة الدوري بطولة كبيرة وانا صرفت قد كده وعملت مجود قد كده بص ايوا راح شاف اللقطة ومشي طب بتأكد وفي نقطة بصراحة بالمناسبة كمان يا احنا ما عندناش كاميرات كتير انت عشان يبع عندك فور لازم وعندك عدد وافر من الكاميرات بمختلف الزوايا فبالتالي تعرف تجيب الحالة بشكل اوضح وتشوف وتتأكد فبرضو لازم حاجة زي كده ناخد بالنا منها فيما بعد عشان محدش يتزلم بقى سواء اهلي او غير النادي الاهلي لكن في كل الاحوال مبروك للنادي الاهلي وجمهير موبرات الامس والفوز لكن ان شاء الله بإذن الله الاهم اللي جاي موبرات الاسماعيلي مبروك صعب وغاية في الاهمية يوم الاربع اللي جاي نتمنى كل التوفيق فيها للنادي الاهلي هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل حالي يا الله